طيب وصلنا حرقنا الكرت بتاع ان انت تلعب قبل كاسر الامم لانه المدة بتاعت الدوليين خلاص داخلوا المنتخب واصبح القرار قرار الجهاز الفني للمنتخب واجيري قالك لا يبقى مبدئان اتحرقت فكرة تلعب بالدوليين لما المهندس هاني ابريدة اقترحها وقيل اجيري قال لا انا مش عايز اجزم لا بالاجاب ولا بالسلب يعني لما المهندس هاني ابريدة قال لكابتن محمود الخطيب خلاص لو هو الامر كده ده في وقت سابق اللعبوا من غير الدوليين الاهل وقتها لا يمنع فقط علشان ودي النقطة الكبيرة ازمة القيادة الافريقي والاهل لما بيتكلم وقلناها هنا بدل المرة مية يا جماعة كل الاندية المصرية اللي حتشارك الموسم الجديد في البطولات القرية مصلحتها هي نفس مصلحة الاهلي هو انت ازاي عايز تخلص الدوري سبعة وعشرين او تمانية وعشرين سبعة ولقيت تلاتين ازاي في يومين اتنين هاعمل كل حاجة ازاي وده كان سبب الاعتذار او سبب الاعتراض الحقيقي للاهلي ده بالعكس انت هتدخل في مرحلة ان انت هتجهد اللعيبة وابدية السعادات تلعب من غير الدوليين نادي الزمالك تحفظ على اللعب من غير الدوليين عارفين حجم التضحية بتاعت الاهلي في انه يلعب بدون الدوليين كانت وصلت انه ممكن يحرص مرمى الاهلي يا علو لطفي يا مصطفى شبير الزمالك قال انا ما عنديش حرص مرمى النهاردة شريف اكرامي شفاه الله وعفاه دخل غرفة العمليات وقريت ليه جراحة لاستقصال عظمة زايدة في الرجبة ان شاء الله يخرج منها ويكون كويس بإذن الله من اول امبارح فشريف مبدئيا يعني الشنوي في المنتخب وشريف في المستشفى ومع هذا انت ما عاندتش انت ما قزمتش الموقع مش بتستغل الظروف يعني يعني الزمالك هو بيشتك انا ما عنديش حرص مرمى عشان جنش في المنتخب والحرص الصاعد عمر صلاح مع المنتخب الولومبي نفس الظرف اللي في الاهلي جون مصاب وجون في المنتخب ابدا الاهل استعداده الزمالك قال انا عندي فرجاني ساسي ودهاء على رأي كابتن متحد شاء الله بن برح قال اللي احنا قلناه قبل كده هي الازمة ازمة فرجاني ساسي كل الاعتراض عشان فرجاني ساسي يبقى موجود يعني هل معقولة لعيب واحد يعني هيعمل هذا الفرق الكبير ويوقع على الكرة المصرية كلها في هذا المأذق طب ما احنا كان عندنا قبل كده يجي خمسات العيبة لكن هي كانت فيها قسمة عادلة جدا الزمالك عنده اربعة في المنتخب والاهلي عنده اربعة في المنتخب الاهلي منه اتنين محترفين راحوا منتخباتهم جيرالد وراح انجولا وعلي معلول راح تونس الزمالك عنده بطيب راح المغرب وفرجاني ساسي راح تونس يعني حتى في استقدام او خروج المحترفين الاجانب كانت نفس المشكلة اول مرة تحصل كانت متساوية الاهلي معانتش ولالك كان بيبدي كل الاستعداد وكل الحلول بما فيها حتى انه ممكن يلعب مباراتين مبارات المولين ومبارات الزمالك بالحارس الصاعد سواء على لطفي لو كان يعني خف من الالتواء الخفيف او مصطفى شوبير او احمد طرق سليمان بس يعني في استعداد للحلول ليه ليه الاهلي بيخدم على كل هذه التضحية بينقذ الموسم اللي جاي بينقذ القيد الافريقي بيحل مشكلة السنة الجاية انت هلعب دور الابطال في افريقيا ازاي القيمة دي هحطها امتى هتمكن من تحديد الاسماء اللي هدخلها بدون غرامات في القيد الاخير امتى تحمل الله لكل حاجة من اجل المين تارجت او الهدف الرئيسي او المشكلة الكبيرة في القيد الافريقي على الرغم ان مصطفى شوبير برضو مع المتخب لهم لكن كمو جنيه مع المتخب لهم بس يبعتوه يعني كنت ساعتها تقول لهم ابعتوا عمر صلاح وبعتوا مصطفى شوبير فاحنا متخيلين انه كان الاهل عنده كل هذا القدر من التضحية علشان الموسم الافريقي الجديد علشان القيد اللي كان فعلا ضغط على الناس كلها ومحدش كان بيستجيب وكل ما بتقولهم يا جماعة يا جماعة ده يوم تلاتين انت هتخلص الدور بتاعك ازاي قبل القيد الافريقي بيومين محدش كان بيستجيب قال الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري في بيانه بعد ما قال اشار للظرف الصعب اللي بتمر بيه الكرة واعترافه انه ده موسم استثنائي واحنا قلنا هنا طب ده موسم استثنائي انت ليه عايز تخلي السنة الجاية كمان استثنائية انت ليه مش حريص ان احنا نخلص من حكاية الاستثنائية دي السنة دي ونرتب السنة الجاية صح فقال في البيان لكن للأسف وده كويس انا ما بحبش في حد وهو بيقدم حلول ما نقراش بينه السطور اعترافه انه فيه خطأ واعترافه انه شيء ما حصل خانه التقدير ما وفقش في انه هو ينجز ده بس ما تكبرش الاعتراف سيد الادلة الاعتراف بالخطأ بداية التصحيح احنا كلنا في مركب واحدة ولا عمر الاهلي كان بينظر انه اتحاد الكرة يبقى ضعيف بالعكس الاهلي بيحترمه من المجلس يحترمه كجاهة مشروعة يحترمه كأب للكرة المصرية اتحاد الكرة مش بالضرورة من الاشخاص اللي بيدروه ده حيا كان هم منهم هم متخبين من جمعية عمومية بيمثلوا الكرة المصرية احنا عايزين اتحاد الكرة احنا بنطالب يكون قوي ويكون تمثيله داخل الاتحادات الاقليمية قوي جدا ده احنا بنطالب بهذا احنا بنشوف دلوقتي تونس المغرب بيعملوا ايه الفرقهم والحقيقة الحقيقة انه انا بريد ابيعمل الكل هو بس النادي الاهلي فلتت انه هو ما انما حتى جاء الجريش اهو في كلام انه حيرجع عاك